اهلا بكم من جديد وإلى ملف الأسبوع في هذه الأثناء تنظم الحركة الإسلامية في منطقة طبربور بالعاصمة عمان مهرجانا جماهيريا حاشدا بعنوان كلنا مقاومة وذلك احتفالا بالنصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية على آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة واتغنى المشاركون في المهرجان بالصمود الذي تحلى به أهل القطاع في مواجهة هماجية العدوان الإسرائيلي مرددين هتافات تمجد المقاومة الفلسطينية وتشيد بنصرها والآن ننتقل مباشرة إلى منطقة طبربور مع مراسلنا حافظ أبو صبرة مساء الخير حافظ صف لنا الأجواء الآن لديك مساء الخير في ملف الأسبوع لهذا اليوم نتحدث عن المهرجان مهرجان الانتصار الذي تنظمه الحركة الإسلامية في منطقة طبربور في العاصمة عمان هذا المهرجان المهرجان عفوا الذي أمه الألاف من المواطنين الأردنيين تحت عنوان كلنا مع المقاومة الأردن مع المقاومة الألاف هتفوا بشعارات تدعم المقاومة وتدعو لها وتمجد نصرها الذي حصل في قطاع غزة كما نشاهد نحن الآن في آخر وقت المهرجان الناس تخرج من ساحة المهرجان عائدة إلى بيوتها أكثر من عشرة آلاف مشارك من المواطنين الأردنيين شاركوا في المهرجان الذي نظمته الحركة الإسلامية في العاصمة عمان في منطقة طبربور المتحدثين في المهرجان كانوا شيخ همام سعيد المراقبة العام لجماعة الإخوان المسلمين والذي تحدث أو دعا للمقاومة ومجد نصرهم وأزرهم وشد على أيديهم لما فعلوه في أول مرة في العالم العربي كما تحدث بأنه هذا النصر هو نصر يسجل في تاريخ للمقاومة الفلسطينية أيضا من المتحدثين شيخ زكي أو عفوا دكتور زكي بن رشيد أحد قيادات الإخوان المسلمين في الأردن والذي تحدث عن وجوب الدعم الأردني والعربي بشكل عام لإعادة إعمار قطاع غزة قطاع غزة المنكوب والذي شهد أكثر من ألفين ومائتي شهيد وأكثر من أحد عشر ألف جريح والعديد من المنازل أكثر من عشر إلى خمسة عشر ألف منزل تم تدميرها بالكامل وعشرين إلى خمسة وعشرين ألف منزل أيضا ضمرت بشكل جزئي أيضا كان هناك مشاركة للسيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المشاركة التي ختمها السيد خالد مشعل بأنه نصر على طريق تحرير كامل الأراضي الفلسطينية الشيخ خالد مشعل ركز على ثلاث نقاط وأولها بأن المقاومة الفلسطينية ومن خلفها ومن جانبها جميع فصائل المقاومة الفلسطينية حفا حركة حماس ومن جانبها جميع الفصائل الفلسطينية العسكرية قامت بالإعداد العدة لجيش الاحتلال تحسبا لأي اعتداء أو عدوان تقوم به على قطاع غزة وكان لهم ما أرادوا عندما قام جيش الاحتلال بعدوانه الأخير الذي استمر لأكثر من 52 يوم على قطاع غزة واستهدفوا فيه الأبرياء من الأطفال ومن النساء والشيوخ من بنك الأهداف الذي كانوا يتحدثون عنه فيما لم يتم اغتيال سوى ثلاثة من قيادات الفصائل الفلسطينية ومن قيادات القسام وعدد قليل من العسكريين في دليل طبعا في دلالة على أن بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي لم يكن سوى الأبرياء والمدنيين والعزل الآمينين في بيوتهم والذين يعانون حاليا من نزوح جديد في قطاع غزة في مدارس وكالة الغوث وفي المدارس الحكومية وفي المساجد التي لم تسلم من استهداف طائرات وصواريخ الاحتلال الإسرائيلي أيضا الكنائس وهو اعتداء صارخ على كل الموثيق والأعراف الدولية باستهداف الكنائس واستهداف المساجد النقطة الثانية في خطاب سيد خالد مشعل والتي تحدثت عن أن هذا النصر هو خطوة على طريق تحرير فلسطين خطوة ضمن المعركة الكبرى التي يعد لها الفلسطينيين من مختلف فصائل المقاومة أيضا هذا النصر أثبت من خلال وحدة فصائل المقاومة على الصعيد العسكري في قطاع غزة وعلى الصعيد السياسي ضمن الوفد الفلسطيني الموحد الذي كان يفاوض بشكل غير مباشر الوفد الإسرائيلي عن طريق الوسيط المصري في العاصمة المصرية القاهرة النقطة الثالثة والتي تحدث فيها سيد خالد مشعل تحدث خالد مشعل عن الجهود العربية والجهود الأردنية بشكل خاص في دعم غزة مديا ومعنويا المسيرات التي لم تهدأ منذ بداية العدوان في مختلف المدن الأردنية ومختلف العواصم العربية تنديدا بالعدوان على قطاع غزة واستنكارا للصمت العربي على الصعيد الرسمي أيضا سيد خالد مشعل قال بأن الشعب الأردني لم يهدأ ولم يصمت على العدوان الإسرائيلي الذي تعرض له المدنيين والأبرياء في قطاع غزة واستمر في قوافل المساعدة عن طريق الجسر المفتوح الذي كان واصلا من العاصمة الأردنية عمان إلى قطاع غزة عن طريق المعابر الضفة الغربية وعن طريق الحدود المصرية من مساعدات مادية من أدوية من فرش عفوا من ألبسة من أغطية من مختلف المساعدات المادية إضافة للمساعدات العينية عفوا إضافة للمساعدات المادية والتي لم تهدأ ولم تكن عن طريق مختلف المؤسسات الرسمية والأردنية أيضا مشعل أشاد بدور الأردني الرسمي على صعيد العدوان وعلى صعيد الضغط على كافة الجهات المعنية بإيقافة العدوان من أمم المتحدة من الجانب الإسرائيلي من الولايات المتحدة الأمريكية من دول ومجلس الاتحاد الأوروبي أيضا خالد مشعل أشاد بالحراكات الشبابية الأردنية بالحركات أو الأحزاب الأردنية من إسلامية وغيرها التي لم تهدأ ولم تكن في تشكيل بسيرات على صعيد يومي وبشكل خاص أيام الجمعة نعم كل شكر لزميلنا المراسل حافظ أبو صبرة الذي وضعنا في صورة وأجواء المهرجان الذي تقيمه الحركة الإسلامية نصرة لغزة واحتفالا بالانتصار بعنوان كلنا المقاومة تحدث عن أبرز النقاط التي تحدث عنها في خطابي أسيد مشع الخد مشع الرئيس المكتب السياسي لحركة حماس في هذا المهرجان شكرا جزيلا لك حافظ اشتركوا في القناة